تعالوا نشوف أول سؤال من الأسئلة اللي جات لنا على صفحتنا صفحة بن نمج وقال بتعسروا والسؤال بيقول إيه؟ زوجي دايما سريع الغضب والانفعال ودايما يفهمني عكس ما أسط ودائم الخروج من المنزل ويحب أن يبقى خارجه ودايما بين أطفالي النزاع يعني الأولاد بينهم خناء دايما ما بين الأولاد هل في شيء من السحر؟ وما الحل مع زوجي؟ يالت تجاوبني يا شيخ في أي وقت لقيني زوجي تعبني هو الحقيقة أنا أحس إن انتوا الاثنين تعبين بعد في الحقيقة أنا أحس إن انتوا الاثنين تعبين بعد ليه؟ عشان بس الناس تبقى فاهمة إن ما فيش مشكلة ربنا سبحانه جاءها على شوية ثنة لن كده من الثنة اللي جعلها في الحياة الزوجية إن ما فيش مشكلة زوجية سببها طرف واحد بس لأ سببها بيبقى الطرفين بنسب مختلفة فالمشكلة اللي عندنا دي سببها إيه؟ سببها إن الزوجة بتقول إن الزوجة مش فاهمها مش فاهمها طول الوقت وبيفهمها غلط الحكاية دي بتبقى فيه مشكلة في التواصل إيه المشكلة اللي في التواصل إن كل واحد حريص إن التاني يفهم جوانياته لما الست بتشتك إن جوزها ما بيفهمهاش في الغالب هي ما بتقولش إنه هو أكيد بيفهم يعني أكيد بيفهم والدليل على ذلك إنه هو بيعرف يركب المواصلات وبيعرف يشتغل أكيد هو بيفهم بس هو أكيد أنت عندك مشكلة في إنه هو مش فاهمك أنت بالذات يعني لو سألتك عتقولي لي هو بيفهم كل الناس وذكي وبيحب الناس وعنده ذكاء اجتماعي وعنده كل حاجة بس هو مش فاهمني أنا عارفة ليه؟ لأن أنت في الحقيقة مش عايزها يفهم كلامك أنت عايزها يفهم مشاعرك يفهم الجوانك يفهم دوافعك وانت بتكلميه يعني لما تيجي تقول له أنا عايزك تقعد معنا شوية فهو ما بيفهمش مشاعر احتياجك أن أنت محتاجاه أنه ياخد بحسك وأنه يحتويك وأنه هو يحسسك بالأمان فهو ما بيفهمش ده فعشان ما بيفهمش ده أنت بتقول له أنه هو ما بيفهمكيش هو بيفهمك عكس مقصودك فأنت لما بتقول له أنا عايزك تقعد معنا شوية فهو بيقولك إيه؟ يعني أنت قصدك أن أنا مش أين بواجباتي آه لأن في الحقيقة هو بيفهم بطريقة تانية لأن الخبرة والتراكمات اللي بينكم الخبرة غير مناسبة لبينكم بتخليه يفهم كده الحل إيه؟ الحل مش أنك أنت تمتنع عن الكلام أنت تسألتيني الحل إيه؟ الحل في حالة حضرتك هو الحوار أن أنتوا تقفلوا صفحة قديمة من كل اللي حصل بينكم وتبتدوا مع بعض حوار جديد تعملوه إزاي ده؟ تعودوا مع بعض ساعة بتتكلموا في كل اللي فات ولما يجي الثانية التلتمية وستين انتهى الحوار في كل اللي فات ومش هنفتحه مرة تانية ونكون حرسين أنه إحنا مش هنفتح مرة تانية أول ما يضرب زي سندرجة أول ما نوصل لنعاية الساعة نقفل الملف ده ومش هنجعله تاني ونعمل بعد كده وكل يوم نقعد مع بعض نص ساعة نتكلم عن المستقبل والسعادة الحوار الحوار أداة عجيبة ولعل ده اللي خلى الحوار اللي حصل مع حضرة النبي والمرأة سمع الله من فوق سبع سماوات عشان يعلي مولانا سبحانه وتعالى من شأن الحوار الحوار مهم جداً في حال أنتو البيت ناقص حوار بس حوار لازم يبقى فيه ثلاث حاجات لما تيجي تسمعي جوزك ولما جوزك يجي يسمعك ولعله يكون بيسمعني كمان لازم أقول حاجة أفهم أفهم شرك حياتي أفهمه يعني أفهمه زي ما هو بتكلم مش أفهمه زي ما أنا عايز أفهمه بلاش أفهمه وأنا عندي أجندة الأجندة دي لما بفهم الآخرين بأنه ما عندهم أجندة ده سوء ظن ويسوء الظن حرام اجتنبوا كثيراً من الظن هذا حرام طيب دي حاجة حاجة تانية يبقى أنا أفهم شريك حياتي زي ما هو بتكلم مزي ما أنا عايز أفهمه تانية حاجة لازم أتفهم يعني أعرف ده وفعه وبيتكلم كده ليه بيقول كده ليه هو لما بيقول لي هو أنا ما بقومش بواجبي هو مش قاصد أنه هو يلومك على أنك أنت متشفيش هو عايز امتنان فأنت لو امتنتله حصل المراد تالت حاجة التفاهم لما يكون بيننا خلاف وجهات النظر ما نقومش إلا وإحنا متفقين على شيء مشترك يبقى إحنا محتاجين حوار الحوار ده الحقيقة يخلي الناس الحوار بهذه الطريقة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة يبقى الحوار بالثلاث شروط اللي احنا بنعملها دون هو صدقة والصدقة تطفق غضب الرب والصدقة أيضا تصلح البيوت ده أول سؤال طب هي بتسألني فيه سحر سحر إيه أنتو اللي بتسحره البعض لا فيه سحر ولا أي حاجة يعني أنتو اللي بتسحره البعض يعني ولا فيه سحر ولا يحزنون أنتو اللي بتوجعوا بعض أنتو اللي بتقلمون بعض أنتو محتاجين اكسير الحياة الزوجية محتاجين ماء الحياة الزوجية الذي هو الحوار الحوار هو الماء الذي بيسري في الحياة الزوجية بدون حوار البيت يصبح وقد اشتعلت فيه النار حتى لو أهله صامتون لكن فيه نار في القلب مختزن فعشان كده تحاوروا يرحمكم الله